السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي وحبيب قلبي. احلى متابعين في الدنيا. مطابعين قناتي كل يوم جديد. لو اول مرة بتتابعوا معايا. ما تنسونيش من اللايك من الشير سبسكرايب تفعيل الجرس. عشان يوصلكم مني كل جديد. واتمنى جميع وصفاتي اللي بقدمها على القناة تعجبكم وتنور رضاكم. هنعمل النهاردة اللحمة بطريقة مميزة جدا. بطريقة الافراح. اللي هم طبخين الافراح. آآ طريقة مميزة جدا. وهتعجبكم. والنتيجة صراحة عجبتني جدا. طريقة جميلة قوي قوي قوي. بس انا طبعا آآ حولتها بطريقتي انا الخاصة بيا. آآ طبعا احنا عارفين طبخين الافراح او شفات الافراح. بيبقى الافراح عموما بيبقى فيها كميات كبيرة آآ من الناس والمعازيم. فآآ معظم الناس بتتبح عجول. آآ فالشيف او الطباخ بياخد اللحمة طقطعات كبيرة. ويبتدي يجيب آآ حلل كبيرة ضخمة طبعا. ويغلي فيها ميا ويسقط فيها قطع اللحم آآ كبيرة. وبعد ما بتستوي اللحمة آآ بيبتدي آآ يطلحها من الشربة بتاعتها دي. ويبتدي قطعها آآ قطع على قد بقى المعازيم او على قد بقى ما هي ايه ما هيقدم في الاطباق. طبعا احنا بقى كستات بيوت بقى حولنا بقى الموقف بقى لصالحنا. انا قطعت اللحمة بطريقتي آآ القطع اللي انا عايزاها ويه طبعا بقى انا مش حابة اسلقها آآ انا اجيب ميا واغليها وحط اللحمة فيها. لأ ده انا عايزة اديها تطعيمة حلوة. فعملت ايه? الحلة بتاعتي جبت فيها معلقتين كبار من السمنة آآ سمنة البلدي او اي مادة دهنية انتي بتحبي بتفضليها يعني بتحبي بتستعمليها. ونزلت اللحمة بتاعتي. بديها صدمة او بديها تشويحة الاول. انا بحب التشويحة دي في الاول. طبعا كمية اللحمة بتاعتي اكبر من كمية اكبر من حجم الحلة. بس طبعا احنا عارفين ان اللحمة آآ بتكشف. محبتش استعمل حلة اكبر من كده. حطيت حبة حبة زي ما احنا شايفين. وقدتهم تقليبة على الجنبين. وبحط الكمية الباقية معايا. طبعا احنا عارفين ان الكمية دي هتنقص النص. لان اللحمة بتاعتنا آآ احنا عارفين ان اللحمة برضو بتاخد حجم كده آآ غير الحجم الطبيعي اللي احنا مقطعينها بيها. بتاخد حجم اصغر. وانا بقى حبة ان انا اقضيها الصدمة الاولانية دي. الصدمة دي بالنسبالي بتدي تطعيمة جميلة قوي 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 للحمة. آآ حتى لو اللحمة معايا جابت مية فما عنديش اي مشاكل فيها. اللحمة بسيبها تستوي آآ في المية بتاعتها دي. وبديها التشويحة آآ لحد الاخر. قبل ما بضيف عليها المية المغلية. زي ما احنا شايفين كده بقى رشة من الفلفل للاسود. انا بحب بوهراتي آآ تكون مطحونة. بحس ان انا باخد منها افضل طعم. وكمان البوهرات ما بتشغنيش آآ بعد كده بتآ بتروأ فيه القاع بتاع الحلة بعد ما بتستوي اللحمة وبعد ما باخد تطعيمة الشربة. دلوقتي حطيت ورق لوري مطحون وحطيت كمان بوهرات لحمة آآ اللي هي السبع بوهرات. وحطيت كمان آآ اللهم صلي وسلم وبرك عليك سيدنا محمد. حطيت الورق اللوري مطحون وكمان آآ سليم. وببتدي بقى اقل باللحمة بتاعتي كده. عشان التوابل كلها تبقى موجودة على كل قطع اللحمة. وبسيبها لحد ما بتتشرب ميتها زي ما احنا شايفين كده. بديها تقليبتين تلاتة. وبسيبها بقى تتشرب يعني اول ربع ساعة دي في الشربة بتاعتها الطبيعية اللي هي نزلة من اللحمة نفسها. انا طبعا بفضل ان انا بخسل اللحمة بتاعتي. اي لحمة بجيبها بفضل ان انا اخسلها. آآ ما تقولوش يا جماعة احنا واقفين على ايد الجزار وجبناها لأ انا برضو بفضل اللحمة بالزاد بحب اخسلها. زي ما احنا شايفين اديتها التشويحة بتاعتها اول ربع ساعة شربت ميتها واللحمة تشوحت معايا بالطريقة الجميلة اللي احنا شايفينها. دلوقتي بقى ببتدي اكمل سواها بالمية المغلية. طبعا انا في كل فيديوهاتي في اللحمة بأكد عليكم اني لما نضيف مية للحمة بندفها مغلية. ما بندفش مية ساعة على اللحمة لان اللحمة لو انضافت عليها مية ساعة بتبتدي آآ آآ تاخد كده حجم آآ غير الحجم بتاعها وكمان بتبتدي تشد. وبتاخد مدة اطول في التسوية. وبتبقى نشفة ومفتلة وبتشد. فمن الافضل ان احنا بنحط عليها المية مغلية. هسيبها بقى مع بعضيها كده تستوي براحتها. بس مش هسويها سوا كامل هخلي فيها كده عضة. ومعايا بقى حلة على العين التانية وفيها معلقتين آآ برضو سمنة آآ بلدي. او اي مادة دهنية انت بتفضليها بس يفضل عشان تطعيمة اللحمة وتغذي افضل طعم يفضل سمنة نوع جيد. ومعايا بقى كده آآ الحجاب بتاعتي بقى اللي هي هتديني تطعيمة ملهاش حل. جزرايا مبشورة. كم طماطماية كده? كم واحدة من الطماطم. تلات اربع طماطمات كده متقطعين. وكمان ارنين تلاتة فلفل اللي عاوز الفلفل حرق براحته. اللي عايز الفلفل رومي براحته. وكمان معلقة كبيرة كده من الصلصة وبخليهم ياخدوا تشويحة حلوة كده مع بعضهم. التسبيكة دي او التحبيشة دي بتضي طعم رهيب للحمة. وكمان بتبقى تغميسة مع اللحمة كده حاجة تحفة. بدبلها خالص بخليها تدبل معايا. وكمان بحط لها حوالي كم فص كده من الطوم? تلات اربع فصوص من الطوم ببشورهم. بيدوا ريحة جميلة جدا زي ما احنا شايفين. وبيدوا تطعيمة جميلة برضو. يبقى معانا في التحبيشة بتاعتنا دي ايه? معانا جزرايا جزرايا مبشورة. آآ معايا تلات او اربع طماط مقطعين. آآ ارنين تلاتة من الفلفل. حار او آآ او عادي براحتك. معانا معلقة كبيرة من الصلصة. معانا آآ تلات اربع فصوص طوم بتدي تطعيمة حلوة. بس بهم يتشوحوا مع بعض كده. لحد ما الحاجات بتاعت الخضار بتاعي ده بيدبل. بحط عليهم آآ كباية من الشربة. عشان انا عايزاهم برضو ينهروا. آآ يبقوا آآ بيري كده شوية. ما يبقوا الصحاح. وبعدين بحط عليها رشة من الفلفل الاسود. وكمان بقى بحط عليها رشة من الملح. حاجة بسيطة. وببتدي بقى انزل باللحمة بتاعتي. طبعا انا مش مسويها سوى كامل. انا سايبة فيها كده عضة. عشان تكمل سواها في التحبيشة بتاعت الجميلة دي. معايا ورقة لوري. كانت موجودة في اللحمة شلتها. وزي ما احنا شايفين بقى كده. سبت اللحمة بتاعتي بقى تتسبك مع نفسيها. وكملت سواها. ودي طريقة آآ الطريقة الاولينية اللي تتقدم فيها اللحمة آآ في الافراح بالشكل ده. بتتحط في الصواني قدام الديوف وقدام المعازيم آآ بالتحبيشة بتاعتها دي كده او التغميسة بتاعتها. والطريقة التانية ان احنا بندخلها في قلب الفرن. تاخد تشميعة في الفرن وتخرج. بتدينا شكل اروع واحلى كمان. شايفين الجمال? حاجة كده تحفة. حاجة كده تتاكل بنفس. وحاجة كده تشرفك قدام معزيمك وقدام ديوفك في قلب الافراح. آآ ربنا يكتر من افراحنا يا رب. ما تنسونيش من اللايك من الشير سبس كريب تفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.